انقسامات عديدة تشهدها الساحة السودانية وتحشيدات شعبية مستمرة منذ أيام تقودها قوى إعلان الحرية والتغيير والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وغيرها تتمثل مطالبها بوضوح بتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين وفض الشراكة مع المكون العسكري واستكمال المؤسسات الانتقالية ولعل اعتصامات أنصار القوى المدنية والسياسية أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم وكذلك تظاهرات الخميس يعكس حجم الخلافات العميقة القائمة بين المكونين العسكري والمدني للسلطة الانتقالية والتي برزت بشكل واضح على خلفية محاولة انقلاب عسكري فاشلة في 21 من أيلول الماضي مسؤولون مدنيون وقيادات حزبية يرون أن اتهامات العسكر للقوى السياسية هي ما ستمهد لحدوث انقلاب في البلاد قبل تسليم قيادة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني والمقرر في شهر 22 المقبل فيما يرى مراقبون أن الأمور تسير نحو التصعيد في ظل تزايد الاحتمالات بفض الشراكة المدنيات العسكرية ولكن ما قد يزيد الوضع التعقيدا هي الخلافات التي نشبت داخل المؤسستين العسكرية والمدنية الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد عمل مؤسسات الدولة بالكامل ومنذ 21 من آب عام 2019 والسودان يعيش فترة انتقالية يفترض أنها ستنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى المدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام إلا أن ما يجري حاليا لا يوحي بأن الأمور ستسير بهذا الاتجاه خاصة في ظل هذا التخبط الذي تشهده العملية السياسية في السودان بحسب ما يؤكده المراقبون